تخيلوا المجاعات دي ما كانتش المظهر الوحيد في مصر مصر زيها زي اي بلد انا عايز اقولك في الشدة المستنصرية بيحكي تقريبا ابن اياس تقريبا انه كان الخليفة الفاطمي عنده ناس ضيوف والضيوف دول جايين على بغلتين فالضيوف ركنوا البغلتين وقاعدوا مع الخليفة اللي باع اللي وراه اللي قدامه كان قاعد على الارض المصريين شافوا البغلتين مربربين كده وحلوين يا جمال البغلتين دول على النار وفي مثل مصري يقول قالوا للبغل مين ابوك قال الفرس خالي في مثل كده يعني المهم يعني المصريين شافوا البغلتين دول مربربين وحلوين وعمية هزوا كده فاستضوهم كلهم اضيوف زعلو الحاكم حسنه تهان فقرر انه يدور على مين اللي اكل البغال دي فنزل الشرطة والعسس والمغبرين ورجال الامن الوطني الاشداء ابدوا على ناس يقال ان هم دول اللي اكلوا البغال فابدوا على ناس وتم عمل محكمة على طريقة محمد شيرين فهمي محكمة لم تراعي الفقر واتحكى مع الناس دي بانهم يتعدموا فت عدم اللصوص وتعلقت جساسهم في الشارع عشان الناس تتعز الحقيقة الناس اتعزت اكلوا الناس دي اكلوا الناس اللي متعلقة او كل واقع اي دايرة يعني حقيقة حضرات ان اي بلد زي مصر ممكن تنهار اقتصاديا عادي ممكن تزداد ديونها ويفتئر شعبها برضو عادي جدا الموضوع ملوش علاقة ان مصر مذكورة في القرآن او في الانجيل او في التوراة في كتاب خطير للكاتب جلال احمد امين بيرصد فيه قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد علي حتى عصر مبارك ادي الكتاب دا مهم جدا كتاب اقروا وقروا لولادكم بيقول ملوش مصيادة خطيرة في ايدي الدول الكبرى اللي بتتحكم بالدول النامية ومنها مصر وان مصر مرت بدورات كبيرة كانت متورطة فيها في الديون مرة تحت الاحتلال الانجليزي في عهد قبل الاحتلال يعني في عهد السعيد واسماعيل ومرة تانية في عهد الاحتلال الانجليزي ومرة في العهد العسكري من عبد الناصر السادات مبارك الغريب ان الدكتور جلال بيقول ان الدولة المصرية اتورطت في اكبر ديون لها خلال عصور الرخاء مش بس في عصور المجاعة او الحاجة وان توريط مصر في الديون كان بيكون بسبب رعونة حكمها من ناحية وطمع الدول فيها من ناحية تانية وان البلارد اتعرضت لاشد ازلال في عصور الشدة لما تركمت عليها الديون لنفس الاسباب رعونة حكمها حضرت السادة اللي يقرأ احد كتب الاستاذ رفاعة تهطاوي بيكلم فيها عن ان المماليك مرة اختلفوا مع بعض وطبعا مصر من ايام ما ربنا انشأها من الفراعنة مرورا بالرومان واليونان والفورس والمسلمين كان لابد ان يراعى النيل ويتم تطهير الترع والجسور دايما لازم فلما المماليك اختلفوا في فترة مع بعضهم قطعوا على بعض الطريق يعني ده يقطع النيل من ملاوي التاني يقطع من بنسوف اللي من بنسوف يقطع اللي في الجيزة فاشتدت الناس ودارة الاراضي الزراعية وكان فيه مشاكل كتيرة جدا نبار باشا في كتابه او في مذاكراته الشخصية بيتكلم عن ظلم الحكام كلهم من محمد علي حتى اخر حاكم خدم معاه للمصريين وازاي المصريين كانوا طول عمرهم عايشين بالسخرة فكانوا يتخذوا الفلاحين من الاراضي بالدور يعني انا اتخذت التلات شهور دول ارجع بلدي ويتاخد فلاح تاني فكان الفلاح من دول ياخد في ايده صرة كده فيها شوية ارائيش ومش لانه لما كان يروح يطهر ترع او جسور او يعمل حاجة المشروع لمحمد علي او حتى يبني قصور للامراء كان ما بياخدش اجر وكان يقعد بالشهور في المهمة دي خلال الشهور دي محتاج يأكل محتاج يشرب فكان ياخد معاه زلعة مية وصرة كده فيها مش وصرة وفيها ارائيش عشان يتعايش بهم اللي كان يرجع يبقى كويس قوي اللي مايرجعش يبقى خلاص اما اللي كان يهرب فكانوا يدوروا وراء الناس الجمالة اللي هم عارفين الطريق ويجيبوه من الصحراء ويعقبوه الموضوع ببساطة مش حماية ربنا ولا حاجة لان ربنا خلق اللي خلق مصر خلق مكة وخلق المدينة وخلق جيبوتي وخلق جزر هنلولو وخلق جزر القمر خلق كل دول وكل البلاد دي اتعرضت لمجاعات وانهيارات اقتصادية وسياسية عادي جدا الحكاية ان الدنيا مشى بقانون قانون الاسباب اشتغل وخطط صح ودير صح تنجح حتى لو كنت كافر حتى لو ملحد حتى لو فيك عبر الدنيا بس طالما بتدير بالقانون الصح بتاع الاسباب بادارة بلد عن طريق علمي بتنجح مسألة مالهاش علاقة بالدين في المقابل بقى استبد واسرة وانهب وصلي هتنهار البلد برضو حتى لو اتذكرت مصر في القرآن والطورة والانجيل واسفة الامثال او زي ما قال المقريزي عن اسباب المجاعات تخيل المقريزي قال المقريزي قبل بقى آدم سميس وقبل كل نظرات الاقتصاد في العالم قال الكلام ده قال بالنص ومن تأمل هذا الحادث من بدايته الى نهايته وعرفه من اوله الى اغايته علم ان باب الناس سوى سوء التدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد شكرا وقضي الامر الذي فيه تستفتيان سوء الادارة الخلاصة يا حضرات اننا مؤمنين بقدرة ربنا على كل شيء موحدين انا كمسلم مؤمن بقدرة ربنا على كل شيء لكن اننا مؤمنين برضو او احنا شخصيا يعني مؤمنين ان ربنا طلب منك انك تدير تشتغل تتحرك ربنا كان قادر يحرك البحر الاحمر كله يغرق بيه فرعون وقال فرعون وقوم فرعون لكن ربنا قال لسيدنا موسى اخرج وامشي المسافة دي من منف ربما او من هليوبلس ربما او من طيبة ربما اخرج بالقوم بتاعك من مصر تخيل معي موكب اليهود وعلى رأسهم سيدنا موسى وهم ماشيين حفاء اعراء معهم اطفال وستات وعجائز وعناس عوجيز ماشيين كل المسافة دي على رجليهم فحر وبرد وبرد وحر عشان يصلوا للبحر تماما ربنا لو الحكاية كده ده رويشي كده كان جاب لهم البحر لحد عندهم لكن وصلوا للبحر بعد كل المسافة دي وربنا يقول لي سيدنا موسى اضرب بعصاك البحر اعمل حاجة وهي عصى موسى كانت تعمل ايه في البحر ده عصى موسى ما تجيبش تمانين سنط من البحر خمسين سنط من البحر لكن اتحرك اعمل حاجة ما تقفش تتفرك لما سيدنا موسى كان معه مراته واهله يعني ما راح ما جالوش الا البقعة في ودي طو ما جاتش لحد عنده ده قال لهم امكثوا اني انست نار واتحرك لحد النار روح اتحرك دير كان قادر ربنا يسخر لموسى الرياح زي سيدنا سليمان عليه السلام ويعدي البحر عادي جدا على محفة علي بابا او يعني زي ما تقول الف ليلى وليلى وكان خلص الموضوع لكن ربنا طلبه بانه يتحرك وربنا طلب كل الانبياء بالحركة والسعي وهلاقي كل نبي كل نبي حدثت له معجزة كانت حرك هاجر عشان يصلح ويصحح من اول نوح اللي قال اللي قال له اصنع الفلك ما كان قادر ربنا يفيد المفيد ونخلص ويطلع الاولياء والناس اللي امنوا بسيدنا نوح كده يقبوا على وش المية واو يبعت له معوامات انما اصنع الفلك واعد سيدنا نوح يصنع هذه السفينة سنوات طويلة وهم بيصخروا منه سفينة ايه دي قصوا البحر هيجي بحر ايه اللي هيجي انا يا عم ايوة البحر جاي بس اتحرك وتحمل السخرية بتاعتهم كان ممكن ينجي من الغرق من غير لتعب ولا اي حاجة ربنا قال السيدة مريم عليها السلام وهزي اليك بجزع النخلة وهي كانت لسه ست والدة ما هفهاش نفس اصلا لكنها اللي اعملي حاجة وتعمل ايه بقى السيدة مريم في النخلة ده انا ده لو جبت عن تيل يهز نخلة يوقع بلح مش هيحصل والله ما يحصل انا واحد من ناس كنت بستضل بلح ده واجيبه من تحت النخلة ده انت عشان تطلع نخلة دي حاجة كبيرة جدا انما هزي اليك بجزع النخلة يساقط عليك يلوطة مرجنية اعملي حاجة وقال لأم موسى فاذا خفتي علي فألقيه في اليمن تم وقال ربنا قادر بقى يعمل حرص ويعمل دورية ويعمل لجنة اللي وقفة قدام بيت موسى نمازج كتيرة جدا كلها بتقولك اتحرك دير بعال وربنا يتحرك معاك وهلمك التوفيق ويرزقك البطانة الكويسة انما شغل الدرواشة بقى ومصر ربنا حافظها في ايده وفي قلبه نا كلام فاضي ربنا شغل الدرواشة وانن احنا ننسيبها خربانة ونقول ده ربنا هيصلحها ده ما حصلش ابدا عبر التاريخ ودي الرسالة لكل اللي مولع واللي شغل بخور بقى وعايز يداري فشله وعايز يستخبه في الدين وعايز يقوله ان ده امر الله اكفر بقى بامر الله لا اللي عايز يكلمني عن الحفظ الرباني للبلد يكلمني عن إدارة بلد عن محاربة للفساد عن تداول سلطة عن أمانة الكلمة وده اللي أنا بوجهه للبابا توادرس الكلمة في البد كان الكلمة ده في إنجيل يوحنى في الآية الأولى